الاعتداء في الدعاء يعني انا كده فهمت من كلام حضرتك ان هو فيه تجاوز في الدعاء طيب مش الدعاء ده حلو مش انا كل ما دعي ربنا يبقى ده افضل وان ربنا بيحب الشخص اللي بيدي دايما والالحاح في الدعاء يبقى ازاي الكلمة تبقى يعني تعدى في الدعاء افهم من فضلك التعدى في الدعاء مش معناه الاكثر من الدعاء الاكثر من الدعاء مطلوب من انا كده هتجاوز في الدعاء لا ليس هذا هو التعدي المذموم هذا الاكثار هذا والإلحاح على الله تعالى في الدعاء هذا مستحب ومطلوب شرعا لكن المطلوب عدم التعدي في الدعاء عدم التعدي في الدعاء هذا له صور من صور عدم التعدي في الدعاء علو الصوت والصياح والجهر بالدعاء بصورة شديدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع أصحابه في سفر دعوا الله سبحانه وتعالى الصحابة يعني علت أصواتهم وفقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصمة ولا غائبة إنما تدعون سميعا قريبا فالله سبحانه وتعالى سميع قريب الصياح في الدعاء وعلو الصوت به هذا من الاعتداء في الدعاء يعني أعل صوتي بصورة مبلغ فيها بصورة فيها تجاوز فهذا من الاعتداء حتى لو انفعلت أو دخلت في مود مثلا روحوني شوية هناك فارق ما بين الحالة طبيعيا الإنسان مختار فيها وحالة إن الإنسان انفعل بحيث إنه غير مدرك أصلا أنه أن صوته قد على فهذا لا يحسب عليه الإنسان أما إنسان هو أصلا يصرخ في الدعاء عمدا فهذا هو المذموم شرعا كذلك من صور الاعتداء في الدعاء الدعاء بالمستحيلات يعني إنسان يدعو الله أن يكون له منزلة نبي فهذا من الاعتداء في الدعاء إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى الإسكندرية في ثلاث دقائق تبقى أخدوها لحضرتك هذا من الاعتداء في الدعاء تحقق مش منطقية مش مش منطقية هي من الممكن أن تحصل على سبيل خرق العادة إما معجزة لنبي أو كرامة لولي لكن طلبها لا ينبغي أن يكون يعني طلبها أن الإنسان يطلب حصول هذه الخوارق العادات هذه لا ينبغي أن يطلب حصول خرق العادة له ترجمة نانسي قنقر